بفقرتنا الأخيرة والمميزة واللي منحب فيها نعرض موضوع حلقتنا بسعدني اليوم أني أستضيف شارلي جروس موجه مجموعات علاج وتجربة ممتعة من خلال الطبيعة والفنون ومعالج سلوكي معرفي أهلا وسهلا فيك شارلي أهلا وسهلا فيك شارلي حكيناك في البداية من كل اليوم حلقتنا على كل أنواع العلاجات اليوم قدش صار في عنا إقبال في مجتمعنا وصار في الزيادة قدش بتشوف اليوم أنه الأشياء اللي هيكي موجودة على الأرض وموجودة على المنصة هنا هي أدوات نقدر نستعملها ونقول عنها أدوات علاجية يعطيكم ألف عافية ومشكورين جدا على الطرح هذا الموضوع الأشياء اللي شايفينا هون هو جزء بسيط من الألعاب احنا مستخدمها بالعلاج بالطبيعة ممكن يكون بالطبيعة علاج سيرورة ممكن يكون حديل لقاء ممكن يكون كفردي أو كمجموعة احنا عادة نشتغل بعدة أماكن ممكن ندمج الطبيعة والفنون لغرض علاجي احنا منشتغل بالمجموعات لندعم الفرد نعطيه فرصة يتعلم عن ذاته أكتر يبني علاقات مختلفة يغير أنماط تفكير وأنماط سلوك بتباعها بالماضي ليكشف برضو كيف ممكن بهذا الجانب يوصل لمحال أفضل من ناحية نفسية من ناحية سلوكية من ناحية اجتماعية وقدش اليوم في معرفة يعني انتي هيك جايب أجهز كتير شارلي قدش اليوم في مجتمعنا وعي لأنه هاي الألعاب اللي هي بالطبيعة ممكن تكون علاجية قدش في وعي قدش في إقبال هل في إقبال اليوم من مدارس من مؤسسات من مجموعات؟ في الشك أنه بالسنوات الأخيرة هناك كفزي كتير كبيري من ناحية الإقبال ومن ناحية التقبل حدي يجي على علاج إن كان بمجموعة وإن كان بشكل فردي أنا بتجربتي من آخر 17 عام بالمجال وأدرؤوا الآخر أربع سنوات هني بالأخص ما بعد الكورونا هني سنوات كتير أعطوا المجال مساحة وهناك مخصص مزانيات أكبر بكتير من الماضي الإشي بسعد لأنه إحنا كلنا بحاجة بغض النظر إذا هناك فيه أزمة لسمح الله أو شغل كبيري كلنا بحاجة كل يوم للتفريغ لإنملي هيك بطريتنا بأشياء إيجابية لأن نأخذ دعم كلمات داعمة ومحبة من الآخرين وإذا نحكي على زملاء إحنا برضو منشتر بالطبيعة مع طواقم مهنية وهذا هو البحث تبعي كان أنه أنا طورت نموذج للعمل الجماعي بالأخص بالطبيعة ومساعدة الفنون لحتى ندعم الطاقم ويصير عنده انتماء أكبر لبعض انتماء أكبر للمنظمة أو مؤسسة اللي بيشتغلوا فيها وهذا بعطي بالآخر الأمان والثقة بالنفس وبعطي نجاعة أكبر ومنتوجنا أو خدمتنا بتكون أفضل للي بيطلب هاي الخدمة حلو يعني ممكن مجموعة منقول مؤسسة مدرسة طاقم مدرسة يجي لعندك يقول لك أنا بدي فعليات بالطبيعة شو بتعملين مثلا أنا شايفي فيه هون عدة أجهزة إيش ممكن يكون مثلا؟ إذا تسمحي لي ستريدة هون في هذا ريكت ريكت هو كل ما نعرفه بس هنلعب فيه على البحر أنا بستخدمه مع تواقم لأنه هو اللعبة الوحيدة اللي فيه طابة ويكونش فيه منافسي إحنا بالرقية عملياً نحاول نحافظ بشكل ثنائي الطابة الهواء وإحنا منساعد بعد غضر المساطة يعني نتعاون عشان ننجح باللعبة وما نكون متنافسين فإحنا كل ألعابنا في مبدأ الوين وين يكوننا كطاقم أو كثنائي منربح ومنفوز أو كلنا بنخسر ما فيه منافسي بناتنا وهذا على عكس كيف إحنا نربى بالتطبيع ومنكون بشكل عام بأجواء العمل فيه منافسي حتى في العيل يكون فيه منافسي فإحنا بهذا المحال بالورشات معي على الأقل هاي الساعتين هي لنفسنا لندعم بعض ونساعد ما منحس فيه منافسي ونستخلص العبرة إنه لما متعاون كلنا بنربح في الشك نربح أكتر من لو نربح لحالي حلو طب زيك تحب تحكيك شوي صغيري على الأشياء اللي هون شارلي كيف تستخدمها مثلا؟ مثلا هاي المجموعات الخشبات اللي هون هني بكون معاي مجموعة أكبر إحنا جبنا نموذج هوا اليوم على استوديو بهاي اللعبة لازم التاقم يتعاون ويركب مربعات قديش أكتر كمية مربعات مهم نتعلم الفحوة موراها نتعلم من نجاحاتنا إذا أنا نجحت أركب هاي القطع عملت فيها مربع فممكن ياخد معاي مربع الثاني وقت نفس الوقت أو أقل شوي من تجربة بس إذا بنتبه بتعلم من نجاحي ممكن أعمل الثاني بيتواني فهون إحنا متدرب كيف نستخلص العبر من نجاحاتنا بالسابق ونخدها لحتى نطور مهاراتنا لحياتنا اليومية يعني وكمان المهنية حلو حلو إذا نجحنا في هاي اللعبة معنات وكما رح ننجح إبال الطالب إبال أهل الطالب وإبال المسيرة التعليمية تبعدنا أكيد وأخذ هذا النجاح وأطوره لنجاح تاني يكون أقل مجهود مني نفس الوقت ممكن نجاح أكبر من نجاح الأول اللي عملته حلو حلو كتير حلو قديش بتشوف اليوم شارلي أنه كوناك كمان معالج سلوكي معرفي وكوناك موجه مجموعات وكمان معالج الألعاب الطبيعية كل هذا بساعد أكثر بتستخدم يعني من مجال لمجال أكيد هناك أكيد في ربط بين المجالات وكلما كان إنسان منطلع على أمور أكبر ومجالات علاج أوسع ممكن يستخدمها لصالح الجمهور الهدف تبعه طبعا أنا لما أشتر مع مجموعة كمان بجيب علاج بالفنون من معرفتي كمان مرات بسيخو دراما مرات ممكن علاج سلوكي معرفي برضو تخصصي فمنحاول أفهم نفسي من خلال المجموعة وأتعلم عذاتي من خلال المجموعة أو من خلال الثنائي اللي بشتل معه حلو والعلاج السلوكي معرفي هو بتكل أو بتكز على أنماط تفكير مغلوطة عندي وهي فرصة أكتفها من خلال الموجه أو المعالج أو من خلال شريكي بالفعلية أو شركاني بالفعلية حلو وهيك إحنا ممكن نكون في تبادل للعلاج مش بسط عن طريق المعالج إننا كمان لبعض حلو وهي قوة كتير كبيرة وكمان بالتالي نحكي على عائلات ممكن تيجي تأخذ فعاليات ومن خلالها تعرف أكتر عن حالها أو أبو أباء وأولاد أمهات وأولاد يعني ممكن هذا الإشي يصير كمان عنا برامج أكتر بيستخدموها مكاتب الخدمات الاجتماعية اللي هي ثنائيات أو عائلة مصغرة مع أولادهم أفرادهم أو الأم وأولادها أو الأزواج مع بعض فإحنا من خلال الفعاليات والنجاحات مع بعض لما يشوفوا كيف إحنا نتعاونوا بالفعلية ونجحوا بيعطيهن شعور حلو شعور اللي هني بحسوا فيه حميمية أكبر وقرب أكبر وهذا بيخليهن يكونوا سعداء أكتر حلو إحنا ننجح الثقة بالنفس تعالى وهيك ممكن إحنا منكون سعداء أكتر فهذه الفعاليات تير بتنمي وتعزز الترابط الاجتماعي بالأخص العائلي حلو أنا بحس إنه يعني إذا بدأ أفكرك بأطفال قديش رح يكون هوايا عليهم لأنهم حاسين حاليا كأنهم بمارسوا اللعب يعني كأنهم عم بلعبوا كأنهم عمالهم يتسلوا مش كأنهم بقلب علاج ومن خلال هذا بكون فيه سيرورة علاج اللي هي مع كل مقومات العلاج اللازم يعني العلاج اليوم من شرط يكون بغرفة مسكرة واحد على واحد أو زي إيام فرويد أنام على الصوفة ممكن اليوم يكون العلاج بالطبيعة بلعب وكلنا نحب نلعب كبار وصغار وكلنا ككبار نكبرنا بس بعض الطفل بداخلنا موجود ويحب اللعب ويني كنت بحكي كثير على أهمية اللعب بحياتنا وديش ممكن هو نعززه يعطينا كثير طاقات إيجابية وحصاني نفسية كثير عالية على فكرة مجرد أنا شفت الأسليب هكي التحدي الحلوي اللي فيها الإنسان لما بتحدى نفسه وذاته مع ضمن مجموعة هو بأخذ طاقات إيجابية فأنا أحس أنه حتى الأدوات وجودها هنا قدامنا لحالها عم تعطيني هيك شعور بالإيجابية وشعور بأنه فيه إمكانية إنجاز وفيه إمكانية تطوير ودعم أكيد أكيد ست سريدة إحنا جبنا نموذج معايا بس إحنا كمان نطلع الطبيعة نعمل مرات وورشات طبخ بالطبيعة نجد مواد كمية مواد من موارد أساسية زي خضروات زي شوي ترز من دون غاز فالمجموعة مشبورة تروح على الطبيعة وتلاقي حطب تعمل موقدي تعمل تبخيطها لحالها حسب موارد الموجودة وبوقت جدا محدد فإحنا برضو نحاول ننتج أشياء من ولا إشي نعمل إشي كتير كبير ويكفل الكل بأقل مجهود لأنه لما المجهود تقسم على مجموعة إحنا ممكن نعمل إشي كتير كبير بأقل تعب العكس ممكن يكون إشي جدا ممتع حلو برضو كمان شغلي اسمحي لي سيد سريدة نحكي على المجال أكثر تحديات الطبيعة إحنا برضو عنا مجال التحديات اللي هو تسلق الجبال سنبلينج سوينج مرجحة كبيرة عالي بعلوح 12 متر وفعاليات ترفيع تحديات إن كان في المدارس أو بالطبيعة الهدف إنه برضو نشعر إنه إحنا مترابط مع بعض عم ننجح نعمل أشياء نطلع من دائرة الخوف تبعتنا نتغلب على المخاوف اللي عندنا حلو يسلم كتير لإلك شارلي جروس على كل الأدوات اللي وفرت لنا إياها وحكي لنا عنها وبنهاية حلقتنا لليوم أنا بدي هيك ألخص في حديثنا إنه تعددت العلاجات تعددت الأدوات والأسليب العلاجية وصار في عنا قوة أكتر في مجتمعنا لنقول إنه إحنا عن جد بحاجة لنعالج حالنا أهم إشي مش مهم أي نوع علاج أنا بروح مش مهم أي نوع استشارة أنا باخد الأهم إني أكون مصغلة ذاتي مصغلة أفكاري لأحسيسي لمشاعري لجسدي إيش عم بيقولي حتى أتوجه لريح نفسي وأصل للأماكن الآمنة اللي لازم أكون فيها لأنه كلنا بنستحق إنه نعيش أفضل من إيش إحنا عايشين وكلنا بنستحق إنه نسعو للأفضل شكراً كتير لمشاهدتكو حلقتنا اليوم نقطة وسطر جديد ونتأمل ألتقي فيكو في الأسبوع القادم في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر